مواصفات القياسية مواصفات القياسية هي التي تحدد المتطلقات التي خصدتها فرق واحد منتوج ولا واحد الخدمة لضمان الجودة لها وتتم الإعداد لها من خلال عدة مراحل تضمن الشفافية الحيادية تامة ما بين المنتجين والمستهلكين وتتساهم المواصفات القياسية في تسهيل التجارة وتعزيز سلامة المستهلك من ناحية أخرى تتمكن هذه المواصفات من تشكيل الأساس التقني لتشريعات تقنية فيما يخص جوانب المرتبطة بالصحة والسلامة وحماية البيئة وتتكلف المعهد المغربي للتقييس إيمانور بإعداد المواصفات القياسية على الصعيد الوطني أعدت لجنة التقييس المنباطقة عن المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطبقة والاعتماد أهداف استراتيجية ومجالات التطوير وخطة العمل كما يخص التقييس وذلك تمشيا مع الرؤية العامة للسياسة الوطنية للجودة وتتهدف السياسة الوطنية للجودة إلى الرفع من مستوى استعمال المواصفات القياسية في كل مجالات من أجل تحقيق الاقتصاد لتجمع ما بين النجاعة وحماية المستهلك وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية تتخذ بين عين الاعتبار الاحتياجات والخصوصيات المغربية قادرة على دعم السياسات العمومية جعل المواصفات القياسية المغربية هي الأساس للتشريعات التقنية المشاركة في إعداد المواصفات الإقليمية والدولية تعزيز مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والمختبرات ومعاهد البحث في أشغال إعداد المواصفات